بقولوا عن كلمة لو إنها ما بتعملوا بيوت وبقولوا إنها وسوسة من الشيطان دائماً كلمة لو مرتبطة بكل ما هو سلبي يمكن لأنها بتنبش بماضي ما صدقنا نسنا ويمكن لأنها بتخلينا نحس بالندم اللي هو شعور بشع جداً لكن ماذا لو طلعنا على كلمة لو بعيون إيجابية؟ ممكن تكون سبب نجاحنا، ضحكاتنا، قوتنا ولولاها كان موصلنا لهون أنا غاد الشيخ وأهله وسهله فيكم في بودكاست ماذا لو ضيف اليوم ضيف معروف بالتكتيكات والركلات اللي مش مفهومة يعني ما حدا إدر يفسرها اللاعب المحترف هو الرمز من رموز منتخبنا لأردن إلى كرة القدم بها عبد الرحمن يعطيك العافية بها عطيك العافية يا سعد مساكسة غادة أنا سعيد جداً بتواجه معكم وإحنا أكتر وبإننا هيك نعرف شو تعني لك كلمة لو لو شغلات كتير يعني لو عملت هيك لو ما سويت هيك يعني فيش شغلات كتير يعني مثلاً لو إني حطيتها بالطريقة هيتطلع حلوة آه أنتو بالذات هذا الـ يعني الواحد لما تجي مثلاً فرصة ويضيحها ويقول لو سويت هيك كانت راحت بالقل آه فهي يعني بالرياضة لو فيه كتير صح مظبوط هلأ لفت انتباهي طب هيك تجلت حالك بتقول يعني لو إني عملت هيك لو إني مررتها هيك وهلأ الواحد بس يروع البيت بيحضر الامبران بقول لو بس لو إني عملت التمريرها هاي صح كان اللعب ينفرد وخطها قول آه أو أي مثلاً لو إني هديتها صح وعملت كنترول صح كان راحت بالقول طب بتحس بالندم؟ هلأ بعد ما تخلص الامبران أكيد لما تكون فرصة حاسمة بتحس بالندم بصراحة بس أول ما أخيراً إشه وخلص فبتصير الامبرانة البعديها بدك تصلح بتنتبه إن أنا الغلطة هديك أنا مثلاً غلطت بالامبرانة الماضية يعني بدي أصلح الامبرانة الجاي آه أوكي طب بهاء يعني قبل ما يكون يعني بناش نحكي مثلاً أو نحكيها ماذا لو بهاء ما كان لاعب محترف لكرة القدم شو كنت رح تكون؟ بصراحة ما بعرف أنا كنت معك صريح فبتعرفي إحنا لعبين كرة القدم يعني أغلبنا يعني يعني كل كنا طلعنا من الشارع أول وآخيراً يعني كنا بحي شعبي أو كذا والأخير هي فإحنا تربين على كرة القدم فبصراحة بالأماكن هديك اللي أنا كنت عايش فيها مش متخيل حالي إيش حكون من هون يعني كنت سعبين؟ بس أنا كانت مثلاً بحب مثلاً بحب أني كون عندي صنعة آه 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 زي أش؟ يعني مثلاً كنت أحب مثلاً أشوف مثلاً الحلاقي بحليك كنت أحب أنها هي الصنعة حلوة آه كانت تلفت انتباهك آه حلوة ليش؟ الآن حلو الواحد يكون معه صنعة وشهادة بنفس الشي نفس الوقت يعني هايك ساعتني على السؤال يعني أنت من الناس ممكن أغلب اللعيبة كرة القدم معنا تحديداً وبالمنطقة العربية بشكل عام كاز بدايتك صعبة أكيد تحكي لنا عنها شوفي بدايتي أنا كانت أنا سكان أول شي منطقة بجبل النصر بحية عالية تمام بدايتي كانت مع نادي متواضع جداً اللي هو نادي حي الأمير حسن بسنة الألفين بتعرف الأماكن هاي كلها يعني أغلبها من الشارع وبدايتنا كانت بالشارع وبالحواري فالنادي هاي كانت درجة أولى يعني فكنت إني أضطر إني أشتغل عشان أروح عن نادي فكانت شوية الأمور صعبة فأنا داخلي كنت حاسة أنه في عندي موهبة بس مش عارف كيف أوصل مش عارف كيف الطريقة إني أوصل فأنا كنت أنا أصغر لاعب بهذا النادي بصراحة كان عملي 16 سنة فأغلبهم كلهم كبار كانوا بالـ 25 فكنت أنا صغير كتير فبتعرف أيام زمان ما كان يعني أهلينا تيجي تطلب مني فلوس قولك بلا رياضة بلا بطيخ صحيح كان زمان ما في موضوع إنه يهتم بموضوع الرياضة فكنت يعني الله يرحمه والدي كنت أخذ منه بس بالآخر زهق بطل أهه ومشايف مثلا نتائج يعني مثلا لازم هم كان عندهم اعتقاد الأهالي إنه إذا أعطتك فلوس بدي يكون إشي تأنتجت إشي ما في زمان زمان ما في موضوع إنه كانت إنه عرب يهو العالم تحب الرياضة بس ما في دخل صح ما في دخل فكانت ولدت تهربلي شوي اوكي تمام؟ فبنفس الوقت يعني خلصي ونصل للمرحلة إنه زهوة بصراحة مهم فاضطريت إني أشتغل عشان إني أقدر روح على التمرين شو اشتغلت؟ يعني اشتغلت بعدة شغلات اشتغلت يعني بمصنع اشتغلت في مطاح الأولاد الخالي قرابي اللي يعني مهم فاضطريت إني أمشي يومي عشان أروق على التمرين مهم فأجت فرصة إنه النادي الفيصة اللي بدي يلعب مع نادي اللي أنا فيه سمحي إني أبي حسن فهم جابوا لنا النادي الفريق الثاني الرضيف الفيصل يعني مش الأول الأزغر عمارهم عشرين واحد وعشرين 19 متانا فإحنا الفريق الأول فأنا في هاي المباران كنت مميز جدا فالمدرب الله يرحمه محمد اليماني الله يرحمه فأعجب بلعبي بصراحة فحكى بدي هذا اللعب فشو أنا ما صدقتش من الفيصل فيا صلي يعني إذا حكي بالألفين كنت صغير أنا فأنا هون بصراحة يعني صار عندي شوي طرحبة فخلص صارت الأمور جدية إنه النادي بلش يحكي رسمي مع نادية وكذا وإيش بتكو فلوس وكذا بطل هواية صار إنه الحلم عم بتحقق فخلص يعني الأمور صارت يعني يعني بلشت أقرب بصراحة فبصراحة يعني النادي الفيصل كان جدي بالموضوع إنه بصراحة أعطى النادي فلوس يعني بتعرف أيام زمان مش هالمبالغ كتية كانت فلوس رمزية صحيح فالحمد لله انتقلت على النادي الفيصلية هون بلشت بدايتي يعني بلشت مع نادي سن 18 لقد درشت للفريق الأول فهون بلشت بداية بها عبد الرحمن بصراحة طب خلال فترة لما كنت تروح تزرق تشتغل وتروح على التدريبات أهلك كان يعرف أن أنت لسه مستمر بهاي الشغلة؟ اه طبعا طبعا ما أحكيلك ما كان فيه موضوع داخل الآن الأهالي إيش بهمها؟ بهمها أنه يعني بعد المدارس وبعد كده أنه ما يشوفه كنا زمان يعني هلأ بدك تحكي واحد عمره 17 سنة بس مش يمبين علي شب فكنا زمان يعني يمبين علينا أنه شباب صحيح فالأهالي بتكرح أنه شب قاعد في البيت أو أنه نايم في البيت ما بيشتغلش أو كده للأخري فأكيد أهلي كان يعرفوا أنه كنت أشتغل ورواح التمرين بس أنا استغربت من شغلي أنه لما سألتك ماذا لو ما كنت لاعب محترف قلت لي ممكن أروح على مهنة على صنعة أكيد ما كان مثلا عندك حلم أني أدرس جامعة أكمل جامعة أشغل بتخصص معين ولا خلص هيك يعني أي حرفة أو أي مهنة لا لما حكيت لك قلت لك أنه صنعة وشهادة حلم وحد كل ما هو شهادة بس أنه شي اللي بالي بصراحة ما في شيء بالي بس أنا كنت أنا بفكر بس بالرياضة غير الرياضة غير الرياضة ما كنت شفك إلي شيء بالتعني وما عرفنا هلأ كيف اكتشفت الموهبة أصلا أنت قلت أنا شعرت أنه في شيء يعني إيش أول موقف قلت لأ والله أنا بس وإني أنمي هاي الموهبة آه أوكي هزي ما حكيت لك هلأ بلشت بالحواري تمام كنت أنا وصديق إلي يعني بصراحة بحكي لك زي ما بس ناس يسمو هو إبن جرانة كنت أنا وياه نلعب لحانة بصراحة أنا أصففه على القول وظل قضيها شوط عليه من بعيد هو بس واقف؟ آه بس واقف يصدلي فحسيت أنه هون في عندي شيء في عندي موهبة بصراحة فهلأ بلشت وين معي بالمدارس فغضل حكي بالصف الخامس أو السادس أو شي شيء هيك فبلشت الصف تاعي الكل يختارني أوكي تمام؟ يعني ما بدنا غير بها معنا آه هلأ بلشت الأمور تتحسن يعني بلشت أخذ بطولة بطولة الصف بطولة المدارس أو كده إلى خيري يعني حتى الأسادسة بلشوا أنه أنت خلص ما منع تدرس رح لعب ضل قاع في الساحة آه وين في بطولة بتشارك فيها أوكي فصارت المدرسة أنه تحرث علي آه تمام؟ وين في بطولة تشارك فيها وين في سباق شارك فيه بهاء مثلا آه فحسيت أنه هناك موهبة فأنا بصراحة حتى بال بعد ما خلص مدرسة يعني حتى بالحارة يعني وين في مباراة يندوني آه كي بدك تعرف أنه لعب كرة القدم مميز إذا صار الناس يسألوا عنه حلو هاي نقطة مهمة جدا فأنا بستغرب اليوم من الجيل اليوم الأب يوصّل إبنه صح على التمرين أعرف أي شخص أب يوصّل إبنه على التمرين ويعرف أنه ابنه مش كويس لاعب عادي جدا تحكي صح ملاخزة مهمة آه فبصراحة اللاعب إذا حس عنده موهبة لازم هو ينميها ولازم هو لازم هو يمشي وراها إذا شاف أنه موهبة يعني مثلا هلأ بنشوف بقولك أنا عندي موهبة بس مش مش عارف كيف أروح لا بتعرف كيف تروح هلأ زمان مختلف عن هاسه بالعكس هلأ كتير عندك وسائل؟ معروف هو النادي الفيصل معروف هو النادي الوحدات ونادي الحسين كل الأندي معروف ون أماكنها صحيح فحتى بتعرف انت كيف تروح فهلأ عم بنشوف مثلا بابا وصلني على التمرين مدام فيها كلمة بابا أعرف أنه الثنتين شمال هاي ممكن تستفزك صح؟ لا خلاص ما أعرف يعني بابا وصلني على التمرين لا حبيبي أيك ما بزمتش خوف انت روح دور يعني مثلا أنا أولادي أنا مستحيل أوصلهم يعني أنا مسجلهم بأكاديمية للمدرسة تبعتهم مستحيل أوصلهم من باب ايش؟ خلاص بعوده أنه بعوده أنه صير زيي بعوده أنه صير زيي يعني بضطر أمرات أني أوصل بس غصبا عني أني بكون رايح نفس المكان بس خلط بس بحاول أن أعودهم زي ما كنت أنا لأنك تعبت آه يعني مثلا أنا أولادي بروحوا مثلا من بيتي إلى المدرسة يعني تقريبا ماشي أبو أربعة دقائية خمز دقائية يعني نفس المنطقة يعني سكان المدينة والمدرسة سكان يعني نفس المنطقة بمدينة فمعود يروح على التمرين ماشي بدك يعني ولو على القليلة يشعر باللي أنت عشت فيه وانت بهذا العمر صح؟ أكيد يعني أنت بها لما تحكي كتير كررت كلمة حواري الشارع تحكيها بحب أكيد شو علمك الشارع؟ شو علمتك الحواري؟ الآن الشارع أنا علمني شغلات كتير الحمد لله أنه ما تعلمنا إشي منه سلبي أول وأخيرا الحمد لله أنه تعلمنا إشي منه إيجابي يعني كيف يعني مثلا أنا تعلمت فيه حب كرة الخدم يعني كنا نلعب على ملاعب تراب تمام؟ يعني ما كان في أيام زمان نحن نحكي ملاعب أولا عش بالإصطناعي أولا عش بالطبيع يعني كان عنا إحنا في المنطقة ملاعب تراب يعني بصراحة كنا نكيف عليه يعني تشلح البوت تلعب حافظة يلا توقل حجر توقل كذا فكانت الإشي ممتع بصراحة فالشوارع والحواري علمتني شغلات كتير حلوة بعد ما صرت لاعب علمتني أنه ما أنسى منطقتي أو ما أنسى أصحابي أو كذا والآخر ففيها شغلات كتير حلوة مو من الناس اللي انغرت ونسيت مثلا أنه صحابها البسيطين وبيئتها البسيطة طب اليوم لما تشوف الملاعب زي ما قلت بالعش بالاصطناعي وفيه مثلا ملاعب بمدارس يعني كتير لفلتها عالي متعدك تصفم تقول ماذا لو كان هذا الوقت بزمني؟ ما أنا بحكيلك كل أنا كل تقريبا يعني كل خميس على جماعة بنزل عند أهلي فإجباري أمور من عند الملاعب اللي أنا كنت ألعب فيه إجباري فبصفهم أمرات يعني بتذكر شغلات جميلة جدا يعني إنه هون كنت ألعب هون مرست الكرة القدم هون شفت صحابي هون كده فاليوم عم بنشوف يعني إذا مش الملاعب بتتلاقي المدارس اللي فيها العش بالاصطناعي ومدارس بتتجنن وملاعب بتتجنن سهل فبصراحة يعني يعني كيف أشرح لك؟ يعني ما في مواهب أو بتكون مواهب مطفية أو مش منمية أو الناس مش مسعديتها لأنها أجت بسهولة يمكن؟ هلأ موش أجت بسهولة هلأ في عندنا مشروع اللي هو مشروع الأكاديميات تمام مدام أنت عندك أكاديمية ومحندك ناس مواهب حرام حرام تظلها عندك لازم أنت تسعالها وتوديها للأندية فهذا مستقبل أول وأخيراً طب أنت هلأ نفترض أنه الطفل ضل عندك من عمر عشر سنين لغاية خنحكي أربعة عشر خمسة عشر سنة طب تعرفوا أنه خمسة عشر سنة أنا لعبت منتخب أول طب شو الفكرة؟ شو اللي تغير؟ هلأ مش موضوع تغير هلأ الناس بدها موضوع أنه تابعين الأكاديميات احترامي لهم بدهم اللاعب يضل عندهم يعني يأخدوا فلوس تمام؟ ماشي أنت فيه إمكانك تعمل مليون طريقة وطريقة صحيح مع الولاد أو مع الأب إمكانك تكتب ورقة بينك وبينك وتعمل عقد إنه في حال أنا وديته على النادي الفلاني في إمكانك إذا احترف يأتي مثلا مبلغ كذا أو نأخذ إحنا مبلغ كذا إمكانك إحنا نطور هاي الشغلة فبصراحة بتشوف أمرات في بصراحة بالأكاديميات في مواهب في مواهب بس مش واصلة الأندية لسه مش واصلة الأندية يعني أنت بتفكر مثلا أنتوا زي اللاعبين المحترفين ما طرحتوا هاي الأفكار كيف ممكن تطوروا هلا شوف أنا كان عندي أكاديمية تمام وسكرتها فأنا اتفاجأت إني عم بشتغل غيري إذا ما كان إلك الشي المبنى المبنى يكون إلك والملاعب تكون إلك فبصراحة مش اسمها أكاديمية فإذا أنت مسمي حالك أكاديمية وتستأجر بره لا هي مش أكاديمية أكيد هي مش أكاديمية نهائيا لازم يكون المبنى إلك الملاعب إلك بيكون عندك مرافق صحية بيكون عندك مثلا غرف غيار للأطفال اللي بدي يجوا عندك من بره يعني حتى الأهالي لما يشوفوا أولادهم إنه ينبسطوا صح إنه أولادي بيغيروا بالمكان الفلاني يشعروا براحة أكتر أو بوكل بالمكان الفلاني ومكان نظيف جميل جدا فالناس بتكيف حتى يعني أنا لو عندي ولد بودي عن هاي الأكاديمية تمام فبصراحة يعني أنا بوحكيت لك إنه كان عندي أكاديمية وسكرتها أنا لازم أكون عندي مبنى شخص إلي يعني آه أكيد نجع شوي بها إلى الفيصلي أنت قعدت بالفيصلي واحد وعشرين سنة بس في مرحلة بحياتك اللي عدت مع فريق ذات راس صحيح أنت كنت بالفيصلي بعدين روحت على ذات راس وبعدين رجعت للفيصلي أنا كنت أول شي ما كنت بالفيصلي كنت بنادي كنت محترف في السعودية صح مع التعاون السعودي فأجتني إصابة اللي هو قطع بالوتر أخيلس تمام غابتني على الملاعب ثاني وشهرين فلما رجعت على الأردن أول شي تعالجت بقطر قاعت بقطر تقريبا ست أشهر بعدين رجعت على الأردن كانت إصابتي يعني أنه شبه انتهت فهو لما رجعت على البلد أن صلي تقريبا إصابتي سبع أشهر ثمان أشهر فلما رجعت على البلد أنه بصراحة نادي يحكي معي بالموضوع أني أرجع الفيصلي آه فكانت موضوع الرجعة صعبة ألا أشوف دائما النادي الأندية الكبيرة ما بترحمه إذا أنت رجعت وبلشت تلعب وكان مستواك مش كويس فالناس ببلش تلومك آه فأنا فكرت فيها لما كنت أنا مصاب كان عمري تقريبا 26 سنة فأنا فكرت فيها أنا قلت إذا برجع بأكون مش بمستواي فأنا ببلشت ناس تلومني آه فدايما نعب كرة القدم لازم يكون ذكي شوي فأنا بعدها فتحني نادي ذات راس أني أروي عندهم قلت لا فرصة كويسة آه لأنه إصابتي بحاجة لملعب عشب طبيعي آه فقلت فرصة كويسة عندهم ملعب عشب طبيعي بالكرك آه ومنه أنه أثبت حالي وأرجع لمستوي الطبيعي طيب كيف كان مواجهتك أنا هات سؤالي يعني لما رحت عدات راس أول مواجه إلك مع الفيصلي شو كان شعورك كيف كان ردود الفعل الجماهير اللي بتحبك كيف كان تحبك أكيد يعني العالم العالم ما كانت بصراحة شوف يعني الواحد لما يتربى بشي بصير الأمور شوي ضعبة إنه بدك تلعب قبال النادي أو كذا النادي اللي أنت تربيت فيه بس بنفس الوقت إنه لازم يكون عندك احترام للنادي اللي أنت بتلعب فيه يعني النادي اللي يتعاقد معك لازم يكون عندك احترام له غير احترام فيه مشاعر أكيد أنا بحكي لك كيف تقدر يعني إحنا دائما نسأل حالنا كيف تقدروا تسيطروا على هاي الشغلة ما أنا بحكي لك إنه مش بتسيطر هلأ بتصير عندك مشاعر يعني بتصير يعني ولا إشي بس في ملعب أخرص يعني ببعنا بنحكي كيف بكون عليك لا أخرص بصير أخرص ولا بعمل ولا إشي حسب فول علي الحكام ما حسبش فول واحد ضربني من لعبة نادية الفاصل ولا بحكيه يعني بس بظل سينات بخلص مضربة بس عب حالي بروضي آه أوكي غير لما يكون مع أما غير لما ألعب أنا مع النادي مع النادي بتلاقيين أنا الحكام كلهم بيقول أعوذ بالله من الشيطراتي هاي بهاب يلعب بعرفوني خلص في الملعب إنه بظل أحكي بظل أسرخ آه فبحكي لك يعني هو الشعور كان شوي صعب إنه بدلعب ضد نادية بس من نفس الوقت الواحد بكون عنده احترام للنادي اللي بلعب فيه فنرجع لموضوع ذات راس آه بصراحة هون بلشت إنه ترجع أرجع لمستوي يعني أنا نفست على هداف الدوري جبت 12 هدف مع النادي وأخذنا بطولة كأس وشاركنا كأس اتحاد العاسمي فهون يعني حسيت حالي قوي رجعت لنادية آه هون رجعت لنادية قلت شيرت الحكام اللي مينزل بها أقعدوا بلان شتن رجيم قصت الحكم المصري رجعنا إلى هالخري بشوف بتعرف إنه هاي البطولة البطولة العربية النادي الفيصل اللي شارك فيها تقريبا ثلاث مرات أول مرة أوصلنا نهاي اللي هي كانت في الأردن موافاق الصيف كنت أنا موجود فيها بس كنت صغير يعني ما كنت أشارك أساسي كنت أشارك بديل البطولة الثانية جبنا من الأربع الكبار وهي الثالثة وصلنا نهاي صح فبتعرفي رايح على البطولة أنتو يعني البطولة بصراحة قوية يعني الأفريقا فيها بصراحة أفريقا محترمة بتذكرها فأنت عم تلعب ضد الأهل المصري وبتغلب مرتين فأشي كتير كويس وبتلعب مع الوحدة الإمارات بتغلبه فهونا وصلنا النهاية فحسيت أن الحلم صار قريب أنه أنا أرفع الكأس بعد يعني في عدة كبات كانوا قبلي وما قدروا يرفعوا هذا الكأس فحسيت أن الحلم صار قريب إلي يعني بصراحة فبلشت المباراة وكانت يعني 2-0 للترجي فصارت الأمور شوي صعبة أنا مفكة في المباراة فبلشنا نسجلنا الهدف ثاني صرنا متعدلين فصار الهدف كانت الهدف الثالث أنا ما بعرف إنها أوف سايد أنا أزعلت على الفول كان فيه فول قبل تمام فصارت بجيبنا الهدف الثالث صارت أشواط أضافية فهون فيه هدف جبول ترجي كان يعني أربع أوف سايد والحكم خامس محهم متسلل نفسه الحكم الرأي متسلل فبصراحة يعني أنا ما زعلت على الهدف أنا أنه فيه فول قبل فهي شغال المباراة يعني إحنا بلشنا بالأشواط الأضافية الثانية تقريباً دير عشر دقائق إيش سهيك فمسأل برأ إيش؟ من المباراة يعني كنت أحكي معه وحكي مش كويس وما يحكيش معي ولا إشي سامعك؟ سامعني كنت مباشر؟ أنا بستنى طرد أنا بدي طرد أنت مقرر أنطرد؟ أنا بدي مقرر بدي أنطرد بس أوكي بحكي معه وبدك تحسب لي بلنتي وبدك تحسب لي فول وما أوقع بدك تحسب لي لأنه كنت عنكبت الفريدي آآ بقول لي بها يعني شوف أي مكان حد من الشباب يوقع بحسب بلنتي آآ وبحكي لشؤك حد فيك يوقع على الفاضي مزابطة أنا يعسب لي فولات والله يعسب لي فولات على الثمانتاش يعرفني بعرفة شوط مباشر كويس ويحسب لي فولات على الثمانتاش وعالفاضي خلو بخلصت المباراة عسا في صديق إلي معنا بنفس النادي اسم إبراهيم الزوهد آآ عرفة فبقول لي بها يعني خلص ما نضربه قررته قررني يعني وإحنا المباراة ضال دقيقة تيام وقل لي راح الموته قلت له معلم أنا معك أنا جاهز يعني بس بدي واحدة هولي انت بس أناكشة فبصراحة صفرت المباراة أنا هون نسيت شو حكالي آآ ولكن خالص رحت هيك ع شعورك لا أنا نسيت شو حكالي براهيم نسيت شو حكالي براهيم إيش اتفقته اتفقته آآ شو اتفقنا نوياء نسيت خلص صفر المباراة زعلت آآ فأنا هون وقفت في نص الملعب ما اطلعت هيك إلا شفت إبراهيم طاير آآ طاير بضرب الحكم قلت لا هيك عياد عطيته كلمة لا عطيته كلمة وروح ألف الحكم وابلش فيه آآ فهي بصراحة شوفي هي ساعة شطان أول شي أنا ندمت بصراحة على التصرف اللي سويته الواحد غصبنا عنه حرق قلبك يعني بطولي كانت قريبة لإنه يعني أنا بوجهة نظري يعني أنا الفيصلي بطل غير متوج بوجهة نظري بوجهة نظر كل الجماهير الأردنية والناد الفيصلي فبصراحة أول شي هي غلط يعني مش من أخلاق لاعبي الناد الفيصلي أو أخلاق اللاعب الأردني بس الواحد غصبنا عنه بتعرف إنه إحنا اسمعه وسمعه النشامة فعندك رهبة وعندك نشمي وبدك تنط اعتزام يعني صح فحتى حتى في الأردن يعني إذا واحد بتكون صاحة منه بقولك كيف حالك بروح اللعنة مش وقتك هسا فإحنا شعب عصب بسرعة صح فغيبت على الملاعب تقريبا سنة وشهرين طولت لانديمت مش حاسة أنك طولت طبعا أنا كان الفيفا مطلع فيي قرار ممنوع مارس كرة القدم حتى مع الأولاد صح مش بالشارع ممنوع 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 مارس كرة القدم كنت تدافع عن موقفك يعني أنا يعني أصلي مثلا كتير طولت لأن دمت ولا بنفس اللحظة ماذا لو ما عملتها لا لا ومش بنفس اللحظة بصراحة بنفس اللحظة أنا كنت مكيفة صلاحة أني عملت هيك هيك والأخير بس لما طلع الحرمان قلت نعم يعني لو ما عملت هيك أحسن فبصراحة كان غيابي بتحكي لك ثاني وشهرين فكانت الأمور شوي صعبة يعني من ما أتمارس كرة القدم صعب كتير فالحمد لله كانت الأمور نحلت يعني سمو الأمير علي تدخل الموضوع وننادل فيها تدخل الموضوع فالحمد لله نحلت فرجعنا بعد ست أشهر طب بها برضه بد أجع شوي لورا بـ 2011 قصة الهدف الدخلته في مرمى السعودية شو قصته بقولوا حظ بقولوا متكتاك بقولوا أصدن يعني شوف يا الناس اللي هلأ عم تتداولوا احكي لنا عنا شوف الهدف في المنتخب السعودي بصراحة كان هدف جميل فكانت الطابة مع عبدالله ديب فأعطاني إياها فأنا وراي الكابتن عدنان عدنان حمد فبحكي لي بها أشوت طب أنا بحكي بعقلي طب كيف أشوت؟ بعيدة بزبطش يعني أشوت ما بزبط هي بعيدة بعيدة يعني أه كثير بعيدة فأنا شو حكيت في مخي قلت بشوت وبرفع بنفس الوقت أه يعني أنا في أهداف نفس الطريقة صح قلت بشوت وبرفع يعني راحت على القول راحت ما راحت خلص يعني بتروح رفعة قوية وحلوة يعني جميلة فسبحان راحت هدف جميل جدا أه فهذا كان كل هدف يعني بصراحة يعني من الكابتن عدنان وراي قال لي بها أشوت فأنا يعني ردت عليها بس بنفس الوقت يعني شوتت ورفعت آه أوكي فهي راحت شوتة مع رفعة هي حظ هي تكتيك إيش توصفها؟ هي توفيق توفيق في هي عصيرة إنه حتى الركلات الحرة المباشرة كتير بوصفوها بها بقدمها أو بلعبها بها عبد الرحمن وتشبه أسليب لعيبة عالميين تقتنع بهذا الإشي ولو شبح أسليب لعيبة عالميين منهم من بتحس إنه قريب من هاي الطريقة؟ شوفي أنا بحب بحب كاستانو أول شي شوفي هاي الموهبة ما أجت من فرار فالحمد لله أنا نميتها فأنا أول هدف إلي كان مع النادى الفيصلي يعني بذكر بالألفين و ألفين و ستة فكان هدف جميل من مصف الملعب فبساط كل أهدافي يعني من مسافات بعيدة فهون من نفس الوقت قلت لازم أنمي موهبتي يعني لازم إني للقلات الحرة إني أتدرب عليها فبصراحة دائما كل بعد تمرين يعني أخذ تقريبا ربع ساعة لحالي ضغف الملعب حلو ربع ساعة حلو أجيب الحائط الشواخص و بتيجي على شكل أجسام ساعة فصرت أجيب الشواخص وأجيب تقريبا عشر كورات أخذ كل يوم مثلا ربع ساعة فصرت أشوف ما كنت أشوت نفس طريقة كريستيانو فصرت أشوف كريستيانو بشوت بطريقة جميلة يعني ما بشوت هيك بشوت بطريقة بتروح الطابق هيك وبتلف فصرت أتعلم نفس طريقته فبصراحة يعني بلشت أتقنها مزبوط طريقة ثابعته فصرت أجيب منها أهداف حلو فهون بلشت هون بلشت موهبتي إنو الناس يعني إذا جاءت ضربة حرة لفت الإنتباه أه إذا جاءت ضربة حرة أخرز بها قول واضحة أه فالحمد لله لما تيجي ضربة حرة بالفعل يعني الحمد لله يعني يا قول يا بصدها بس بها يعني كتير حريم مثلا إذا إحنا منحكي فيه ظروف معينة بتبرر إحباط لعيبة كرة القدم ما يكون عندهم هذا الشغف وهم بيحكوا عن لعبهم ظروف مثلا مادية كذا إنت لسه بتحكي بحب يعني بتشيل كل المنقصات بتشيل كل الظروف أدي ضروري يعني لاعب كرة القدم يحكي مش بس كمهنة أو كواجب يحكي بحب عن هاي الشغلة شوف إحنا بالوقت الحالي يعني أكيد بالمر بظروف صعبة جدا بالأردن حتى بالكرة الأردنية صح يعني بدك تستثني مثلا النادي الفيصلي والنادي الوحدات وحاليا النادي الحسين يعني هذول الأندي الثلاثة اللي معها فلوس يعني أنا بصراحة يعني عم بحزن جدا عن أندي الثاني يعني اللاعب يعني إيش 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 وظيفته غير كرة القدم صحيح يعني أغلب مثلا يحكي بتلاقيه موظف بالجيش أو بالحراس أو كذا أو بالأمانة بس في ناس مش موظفة صحيح هم بدك تحسبها في ناس مموظفة فكل دخله من وراء النادي فالنادي يما يتأخر عليك أربعة شهر خمسة شهر وبصير عنده إحباط اللاعب صحيح يعني بيجي على التمرين يعني سلام بسلمش سلامة بيقولها مدرب ما بدك تسلم يا الله فبوصل لمرحلة إنه خلص بزهك فشوف اللاعب الأردني يعني لازم يكون تتأخر عليه شهر مش مش مشكلة بس تخرج عليه شهر أنا عفكر أنا عفكر مشكلة أعم تتخرج عليه شهر يعني أدره هلأ شوفي لو أنا بدي أشتغل بشركة وأجع واحد الشهر وقالوا لي الشركة أسفين لنأجر راتبك للشهر الجاي طب بصير إنه مثلا الطاقة اللي كانت فيي بنفع أو أديها للشهر البعدي أكيد لا أكيد لا بس فلش الطاقة تنزل عندي يعني مثلا إذا المدير بطلب مني شي بوصله إياه بعد أشرتية بصير جكل طب كم سنة إحنا بنحكي بهذا المورد؟ تطلعوا على الأندية الأردنية تطلعوا على المنتخب الأردنية كرة القدم شو السبب؟ شو المانع؟ شو البحول إنه فعلا يتحسن وضع المادي لهذه الأندية؟ شوفي مفروض إحنا بعد بطولة كأس أسيا الأمو تتحسن مئة بالمئة أول شي شوفي المنتخب يعني اللي عمله بصراحة إنجاز كبير كثير فإحنا فخورين جدا إنه منتخبنا يوصل نهائي يعني وراحت البطولة مننا هيك فبصراحة يعني حتى الأندية اللي بره والمنتخبات اللي بره صارت تعرف إنه منتخب الأردنية يعني منتخب قوي صار فصارت المنتخبات الثانية بدها تلاعب منتخب الأردنية إنه منتخب الأردنية عم بتتحسن بالتصنيف وأمورك عم تتحسن بزيادة والفلوس اللي كانت من مبران نهية أجت للاتحاد الأردنية مفروض إنه في تحسن مفروض هسا نوصل لمرحلة يعني يعني إلى متى يعني أنا أول واخير أنا خلصت رياضة تماما اعتزلت بس إلى متى الواحد بزعل بصراحة صح فلما يشوف مثلاً يعني قبل فترة بصراحة لعب يلعب الدور المحترفين عم بيشتغل طب كيف تشتغل ليش بتشتغل صح هاي الأصل اللي ندائنا مسألها لعب معروف يعني مم يعني لعب يعني أنا أمرت بحث لك عن نفسي أنا بس تحتاج للمون بس تحتاج يشوفني مش إنه مثلاً إنه الواحد بدي يبعد عن الناس أو كذا لأمس إذا شافك بده يسألك أسئلة لأنه أنت بظلك مربوط في النادل فيصلية شو الأسئلة تتجنبها؟ يعني مثلا شافك أبتين قسرنا مبارح طيب أنا شو طيب شا ساوي أنا ما كنت أشأل عب هذا المقصد فالواحد يعني الواحد مش إنه ببعد عن الناس يعني فيه شغلات فيه مسؤولية يعني فيه مسؤولية بصراحة كبيرة عليك أول وأخيرا سواء كنت في الرياضة أو تركت أو كذا وأخيرا سنأرجع يعني رح أرجع للتمرين رح أرجع للدورات رح أصير مدرب وحكذا كذا فبصراحة بحكي لك عن اللاعب معروف بصراحة بشتغل فعال ليش بشتغل فالدليل إنه الأندي اللي تحت معكش سكر ما معاك فلوس سكر يا عمي خلص بزبطش يعني أنا بحكي لك يعني أنا نيابة عن الزملاء اللاعبين بصراحة الله يكون فعولا فعلا إيش محزن الله يكون فعولا إيش في قصص فعلا يعني بدون ذكر أسماء يعني تكشف أداة وضع اللاعب تعبان لاعب الأردني تعبان بها الأنديا كثير تعبان ما شو أقول لك مشتغل يا بله كثير تعبان يعني مثلا أنا وقتلك يستثني الأنديا الغار مثلا الوحدات وفيصل يعني توصل مرحلة كثيرا يعني الحمد لله هم قادرين إنهم يدفعوا يعني مش مشكلة في تأخير مثلا بتأخر عليك شهر شهرين بس أولا خيرا قادر إنه يعطيك صحيح يعني في ناس بتدعم أو كذا يعني بس الأنديا اللي تحت يعني بتعرفي يعني حادي ممكن يجعينت ما يأخدش بصاري يعني تخيل الموقف محلا موجع كثير آه طبعا لأنه ما عنده دخل غير هلنا لنادي فأنا بقصدي إنه يعني يعني ده ما بد يا ناس تحليا في أنديا سبعة وشهر طب إنت طول الموسم ما أعطي شهر ما عاو زبط مأسا بدأ أروح للشق تاني بها أنت قلت لي أول يعني لفت انتباهه من النادي الفيصلي كان في برضو لفت انتباه نادي الوحدات أنا حسب ما سمعت هلا هو مظبوط تمام هلا صار مفاوضة بين الوحدات والفيصلي بتآجي عملاءات فضل فكان الأقرب النادي يعني بتآجي لملاف هو حساس عند الأردنيين بس بحب أنه أنت تحكي عنه بطريقة مختلفة أنتوا كتير حاولتوا لعيبة الفيصلي ولعيبة الوحدات تثبتوا للجماهيل الأردنية أنه ما في حزازية بين الطرفين يعني لعيبة الفيصلي لبسوا أقدر لعيبة الوحدات لبسوا أزرق يعني حتى النادر الفيصلي ينادي على نادر الوحدات وينادي وحداته ورد عليها شفتوا فبصراحة كنا إحنا مبسوطين كلاعبين فهلا اللي بصير داخل الملعب اللي بولع الجمهور اللعيبة إذا أنت كنت كلاعب يعني أوكي عندك حرارة وعندك حب لناديك بس الحركات مو كويسة صحيح حركات مو كويسة نهية يعني أنا بحكي لك عن نفسي أنا أنا سجلت في الوحدات كثير تمام بس في حياتي ما رح تحتفلت عن نادر الوحدات لأنه أنا جماهير نادر الوحدات بتحبني وتحترمني لما تشوفني بتشارع بتتيجي بتسلم عليها بتتصور معي ليش؟ هالدليل أني داخل الملعب محترم وما بسي إلى نادر الوحدات لا بتأخذ موقف التجارب نهائيا أنا بسجل هدف بحتفل مع جماهيري ما بروح عن جمهور وحدات أني أجكرهم أو كذا الأخيري مستحيل ما صارت معي نهائيا هيرجع للتيوب كل أهدافي بروح بحتفل عن نادية عن جماهيري فهي اللي بتصير داخل الملعب فبتلاقي مثلا لعب من نادر الوحدات سجل هدف بروح بحتفل عن جمهور نادر الفيصل فهون جمهور نادر الفيصل فأنت عم تستفز فيه فبصراحة يعني أنا مبسوط جدا على اللي صار في المبروة الأخير أنا بتمنى تظلها موجودة بالعكس يعني بنعمل اللي هي مثلا بنرجع موضوع العائلات ترجع تحضر من جديد حلو فعن بنشوف من قبل بصراحة يعني بصراحة يعني فيه فيه مسبات يعني غير اللائقة يعني انت حكيت قبل شوي شفت المباراة الأخيرة الحمد لله مرأة طوان احنا هكا نوصل لمرحلة الله يسطر من سمع انه فيه مباراة في حدات فالله يسطر صح ولا لا طب أنا أنا بحكي لك يعني يعني قبل المشاكل يعني فيه طباط الركنية لما تيجي ترفع ركنية يعني بتلاقي كاسات ميزة المطر يعني أنا بكون في المحاضرة الكابتن حاطني انه بها برفع ركنيات لما تيجي ركنية ببطل بتخاف بتطرق كاسة براسة كل انت ميت احكينا فيه مواقف عمزان ما بتنساها مفصر في نظر وحدات او اي نادي او حتى مع منتخب الأردني فيه مواقف فعلا ما بتنساها بالليش باللعب يعني صار موقف طريف صار موقف يعني غير مثلا حكم المصري هاد مش طريف هاي حضلها معك يعني لما تتذكرها بتضحك يعني أنا بصراحة صار معي موقف براتنا مع الوحدات الفيصل اللي برفعنه ركنية فبصراحة يعني شلن عرفت الشلن تاعنا اه شلن يعني مرق من جنب راسي بقول طب يعني كيف جابني كيف صادني كيف بدو صيدني يعني شفت المسافة وين يعني المدرج للركنية يعني فيه مسافة محترمة كثير بصراحة خفت أنا خفت جد خفت يعني شو المسافة احنا شووي بدي طخني هاد رعب شووي بعمزان دس بطخ طب صراحة احنا كلعبين يعني حبنا ديك شجعنا ديك بس مش في الطريقة هاي نهائيا اقسم بايات اللي عندنا أولاد وعننا عيلة بشر زي ما انت عندك عيلة احنا عندنا عيلة زي ما انت بتزعل والله احنا بنزعل بشر تفكرش انه احنا بس نلعب ويا سمح الله نخسر بنروع على الدار مبسوطين اقسم بايات اللي أنا من الأشخاص اذا بروع على البيت وكنت خسران حالة طوارئ يعني الولاد دائما بيحضر تحضرون المباراة بيدوا يا ربابا يفوز يا ربابا يفوز انه انه اذا خسر اذا روحت خسران نوم بدري والمرة تسولف معي فانا من الأشخاص اللي بخلص بروح متنكد طيب نروح لمرحلة اللي هو هلا انت مؤخرا انت اعلنت اعتزالك والف سلعة معلي انت كنت منتبه لمشكلتك هي مشكلة في القلب مصبوط تحكينا بسك بشكل سريع عنها شوف هي ما كانت عندي من قبل تمام يعني الحمد لله صلى مارس رياضة 21 سنة فما كانت عندي من قبل نهائيا فبصراحة صارت مي اول شي بالتمرين صار عندي زي دوخة وصار عندي شوية التسارع فكلما اجي افحص التسارع عندي وانا هيك مش معامل لا مجهود ولا اشي يعني مية وعشرين مية وثلاثين فمفروض انت كلعب كرة قدم بس تكون تلعب تسعين دقيقة يعني بوصل عندك التسارع مية وثلاثين هي عند التسعين دقيقة مجهود فانا بدون ولا اشي مية وثلاثين فصارت الامور يعني ازدادت 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 اعمالي لما كنت في البيت هو انو وصلت لمرحلة انو خلصت في اشي غلط يعني حتى مش قادر اني احرك السيارة مش قادر امشي بالسيارة فلما رحت على المستشفى بصراحة بالعبدالي فطوالي قال لي اي سيو اقول اي سيو شو هاي والمرس ما فيها اي سيو عمر ما دخلتها هم دخلنا بالاي سيو اعمالي في عمدي التخطيط فالتخطيط كان عنده سهي فقعدت تقريبا عندهم خمسة ايام فاجأ الدكتور فقال لي انو عندك مشكلة بكهربة القلب بقول له طيب شو المشكلة هاي يعني بقول له بقول اسألته اقول له القلب عندي كيف يعني بقول له القلب جدا كويس بس بقول لي عندك مشكلة بالكهربة تبعت القلب يعني بتطلع النبضة بس انو بتطلع فيها خربطة بتقول له تمام بتقول له شو اللي بقول لي لازم عملية بتقول لي شو العملية هاي اللي بقول لازم نرقب بطارية مهم فانا هون بصراحة يعني لا بتقول له لا لا مبدأ خلينا اطلع احسن فاطلعت انتصارت الامور احسن يعني ماشيت على الادوية انتصارت الامور يعني احسن احسن ففي هيك يوم صبتني بصراحة هون خفت يعني صبتني ان يعني التصارع جدا قوي كان اجاني فهون خفت فحكيت لا ان فيه اشي غلط يعني الدكتور معه حق صحيح فطريت اذهب على المدينة الطبية عند الدكتور عيسى هو اللي خصى القلب يعني بصراحة فركب لي جهاز قال لي هذا الجهاز 24 ساعة نشوفه بتجينا بكرا بتجيب معك بتقول له تمام بالفترة هاي ما صبنيش ولا اشي وروح التاني يوم وديت له الجهاز هلا على الكمبيوتر ببين انه اجا اكتصارب الساعة الفلونية او كذا الاخرية برصد اه بلا شمشي بالوقت بالكذا بالامور تمام الحمدلله فهون فيه الساعة 11 من الليل من ال 11 للساعة واحدة مهم فطلع فيي نظرة بصراحة انا خفت منها فبقول لي بها انت الساعة 11 للساعة واحدة وين كاين بتقول له دكتور انا بالبيت وكنت نايم مهم بقول لي الساعة 11 للساعة واحدة اجاك تصارع مهم بقول لي المشكلة انك نايم هاي مشكلة اه بقول لي انك صاحي تلحي حالك توح المستشفى وكذا فضرورة تركبها فبصراحة عملتها وركبتها فهون وقفت يعني كاني ارجع علعب بس صارت الموضوع خوف يعني انه الواحد عنده اولاد عنده عيادة كده اكيد طبعا فصارت الامور شوي مخيفة وانا مش الصغير بالعمر 38 سنة انا انا جميع الجهات كنت ناوي ان نلعب السنهاي مع النادي انه قد ما اقدر احرز بطولات يعني الحمدلله حرزنا اول بطولة بطولة او قد ما اقدر احرز بطولات وخلص بعدها واقف يعني دائما اطلع بصورة جميلة حتى المنتخب اطلعت بصورة جميلة اطلع بالنادي بصورة جميلة حتى فيديو اعلانك الاعتزال اديك كان مؤثر يعني بيض وجهك زي ما وجهك ابيض دائما كل الناس اللي بتحبك سمعنا بس اكيد سريع انه في مهرجان اعتزال رح يصير ليه دائما اللاعب الاردني بدي اعتزال بخاف من هذا اليوم تجربتنا سيئة مع هذا المهرج مش بخاف نشوفي دائما اللاعب الاردني محما كان اسمه كبير بخاف من عدد الجماهير يعني بدك الحمدلله احنا خطبنا ثلاث اندية اللي هم من نادي الاهل المصري ونادي الزمالك ونادي الترجي فهذهše الالثى اندية اللي اخترناهم انه احنا في اننا تجارب معهم نادي الاهل اللعبنا معهم مرتين وغلبنا مرتين ممكن انه حاب يجي لعب معنا والزمالك اللعبنا معهم مرتين كانت فيه مبراء بينه وبينهم جميلي جداً كانت في الاردن سجلت فيهم انا هدفين فنادي الترجي كان اللي خسرنا محو مظلوم قولنا بنجيه فالواحد ببحث على الأفريقى اللي فيها جماهرية فإذا كتطرت عملها بالأردن يعني ممكن إنه ما ييجي حدا بصراحة نا يا عشان بقولك تجربتنا مش كتير منيحة هون اذا انتبهت بهاء في براويس فاضية وراك أزرع عشان فيصل يعني هي الصدفة الحلوة لو صح لك هيك تحط تعلق صور معينة فيها أو مقولة أو أي شيء أنت بتحبه شو بتختار اختار براويس يعني اه يعني مثلا حابب اللي كبيرة هاي تحط شغلة اه اوك يعني برواز واحد عشرة قد ما بدك والله بصراحة أنا البرواز اللي كبير بحب بحط فيه صورة صورة والدي إنو كان كان حاب يشوفني لاعب الله يرحمه اه بس هو مات بال2006 الله يرحمه فعب حط صورة والدي اه اه والصور هاي الصغيرة صور هيك مراحل مهمة بحياتك والله شوفت أغلبها بوزحها عائلتي يعني اه والله زوجتي تعبت معي الفترة الماضية وأولادي والله خلي لك يوم يا رو وولدتي وفي اش في صورة مميزة إليك مثلا بإحدى مباريات تشاركت فيها تحس إنو هاي بس تحين أنساها هل أشوف دائما الواحد بحب بفتخر بالعيلة الهاشبية أكي فدائما بعد كل فرحة أو كل تتويج أو كل إنجاز يعني إلا ما يقاب لك جناد سيدنا أو سمونا وير علي أو ولي العهد فبصراحة ممكن أوزع صورهم حلو صورهم عندي في البيت حلو كتير بها استمتعت كتير معك وكل التوفيق وألف سلامة عليك وأكيد هل إحنا إحنا نظلنا نشوفك يعني أكيد هتروح يعني تدريبات بالمنتخب يعني وجودك داما حيكون حاضر الله خليك شكرا يعطيك ألف عافية الله عافيك شكرا 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 شكرا